انهارت مفاوضات إقرار الموازنة العامة في العرق وفشل مجلس النواب فيه مجدداً كما فشل في السنوات السابقة في التصويت على مشروع قانون الموازنة بسبب استمرار الخلافات السياسية حول بعض البنود المتواصلة منذ أشهر طويلة مصادر صحفية أكدت تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك بعدما أخفق مجلس النواب يوم الجمعة الماضي في عقد جلسة للتصويت عليها وأكدت المصادر أن الخلافات بين النواب لا تزال متعلقة بحصة كردستان العراق في الموازنة وملف سعر صرف الدينار العراقي وملف البطاقة التموينية وأضيفت إلى ذلك لاحقاً مطالبة بعض الوزارات بزيادة حصتها في الموازنة ومن نواب بزيادة التخصيصات المالية كذلك ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية مليوناً ونصف مليون دينار من الاستفادة من البطاقة التموينية في وقت ترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة في حال لم يتم تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار بإعادته إلى وضعه الطبيعي وفي إطار تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية وجه تحالف سائرون انتقادات لأحزاب وكتل سياسية قال إنها تتباكى في العلن على سعر صرف الدولار وتطالب في السر بتمرير موادها لتحقيق مصالحها الخاصة مضيفاً أن المفاجأة كانت بمطالب بعض الأحزاب إضافة تخصيصات لمؤسسات حكومية يعرف ولاؤها الحزبي أو من أجل استثمار ذلك انتخابياً عبر درجات أو أمور أخرى بدورها وصفت كتلة النهج البرلمانية المسودة الأخيرة للموازنة بعد التعديلات بموازنة سرقات ومحاصصة وتوزيع منافع أتت ملغومة من الحكومة وزادها البرلمان سوءاً بتعديلاته مضيفاً أن موازنة 2021 خلقت لاستفزاز الشعب بشكل مباشر وتدميره بالكامل بعدما لغمت بفقرات كارثية اللجنة المالية النيابية ذهبت أبعد في وصف كارثية بنود الموازنة مشيرة إلى وجود مادة فيها تتيح لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بيع أصول وأملاك الدولة المقدرة قيمتها بـ 500 مليار دولار لافتة إلى استحالة تمريرها كذا مادة تسمح لحكومة تنحصر مهمتها بإجراء الانتخابات بالتصرف بأملاك الدولة